مهسة أميني هذه الفتاة أو تلك الفتاة الكردية الإيرانية التي تبلغ من العمر 22 عاما والتي قتلت في منتصف سبتمبر الماضي بعد أن ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها وإدعاها في أحد المراكز بتهمت أن الحجاب الذي ترتديه غير مطابق للمواصفات التي لدى شرطة الأخلاق اندلعت المظاهرات العارمة في جميع أنحاء إيران وذهبت إلى المدن التي تشكل قلب التأييد للنظام الإيراني وشملت كل الفئات الاجتماعية المرأة الإيرانية 40 مليون سيدة الجميع شارك في الاحتجاجات فنانين رياضيين تجار مسقفين طلبة مدارس طلب الجامعات مشهد لم تشهدوا الدولة الإيرانية من قبل صحيح هي شافت احتجاجات كتير قبل كده ولكن ليس بهذه القوة ولا بهذا الاتساع ولا بهذه الاستمرارية أيضا الاحتجاجات موجودة لغاية النهاردة الشعب الإيراني انتفض انتفض ضد الممارسات ضد المرأة ولكنه في الواقع هو انتفض ضد الأسس التي يستند عليها النظام الإيراني من حيث الاستبداد والقمع للأراء والاتجاهات المختلفة منذ أيام محمد جعفر منتظري المدعى العام الإيراني أعلن إلغاء شرطة الأخلاق وهذا انتصار كبير للمرأة الإيرانية الجميع في جميع انحاء العالم زف النبأ بسعادة شديدة وهو يعبر عن رضوخ النظام الإيراني للجماهير المحتشدة في الطرق والطرقات والشوارع وفي كل مكان تتظاهر ضد الممارسات القامعية لشرطة الأخلاق واللي اكتسبت مساحة أكبر في عهد الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي وطبعا بدعم من مرشد الدولة علي خامنين هذه المظاهرات لم تقابل بلطف ولا بيسري من جانب الدولة الإيرانية بل بالعكس كانت هناك آلة أمنية باطشة في موجة هذه المظاهرات في خمسمائة شخص قتلوا منذ منتصر سبتمبر الماضي حتى الآن منهم ستين قاصر يعني طفل نشأ واحد لسه قاصر تبقى لقانون يعني ودول كانوا في المدارس بيتظاهروا في أماكن كتير سبعين فتاة وأمرأة قتلوا في هذه المظاهرات تمنتاشر ألف واحد زجة بهم في السجون منهم من حكم عليه بالإعدام إذن إحنا منتكلم عن مواجهة باطشة وقوية لهذه الاحتجاجات طيب مهسة أميني تلك الفتاة التي فجرت كل هذه الاحتجاجات داخل الدولة الإيرانية والتي شدت انتباه كل الإعلام العالمي وكل الحكومات العالمية تحدثت في هذا السياق حتى المجلس الدولي لحقوق الإنسان قرر إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في حملة القمة التي رافقت هذه الاحتجاجات على مستوى الدولة الإيرانية طيب ماذا حدث ألغيت الشرطة الأخلاق وبدأوا يفكروا في قضية الحجاب الإلزامي ومؤسسات الدولة الإيرانية بتشتغل على هذا السياق ولكن الناس برضو لازالت عندها وجهة نظر البعض بيقولك مشكلة مش في شرطة الأخلاق لأن إنت هتاخد الناس اللي فيها هتدورهم في أجهزة أخرى وهذه الأجهزة سوف تقوم بملاحقة الناس في الشارع البعض بيرى أن ده قرار تكتيكي عشان يمتص التظاهرات الشديدة وخوفا من انهيار النظام بالكامل لأن مواجهة هذه التظاهرات بالعند والقمع قد يؤدي في النهاية إلى خلخلة قصص النظام وده بانت ملامحه شوية التجار بيحتاجه المهنيين بيحتاجه إضرابات في كل مكان بعض رجال الدين أيده التظاهرات بينهم رجال الدين مهمين يبقى إذن فيه إمكانية لي خلخلة الأسس اللي بيقوم عليها النظام وأيضا هو عايز يحدث انقسامات في صفوف المحتجين بعض بقى ممكن يقولك خلاص بقى مكفية ما تلغي شرط الأخلاق يلا نرجع لكن البعض الآخر مستمر وبيقولك القضية أكبر بكتير من مسألة شرطة الأخلاق القضية تتعلق ببنية النظام الإيراني والذي يقوم على القمع وهو يريد أن يغيروا هذا النظام هذه هي الإشكالية وهذه هي القضية عندما يطول أمد الاحتجاجات حتى لو كانت الأسباب اقتصادية أو اجتماعية فيعلو سقف المطالب بالنسبة للمحتجين ويصبح هناك صقفا مرتفعا يصعب التعامل معه وهي دي المشكلة الآن أن المحتجين لازالوا بيمرسوا احتجاجهم حتى هذه اللحظة وهم لا يريدون إلغاء شرطة الأخلاق ولكن يستهدفون النظام الإيراني ذاته اسمحولنا نخرج بفاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر